هو مجلس الادارة ده في خلال هذه المدة ايه حجم الانجاز اللي حصل برغم كل هذه الظروف ميزانية نادي تصل الى رقم قياسي غير مسبوء في كل الاندية مش المصرية بس لعله يمكن حتى الاندية الافريقية ما اعتقدش ان في ميزانية نادي في افريقيا وصلت الى اتنين مليار جنيه باشماندس وصلنا في الارقام الكبيرة اوي في مؤشرات وفي نتائج اه لما تشوف ان النادي الاهلي والنادي الوحيد اللي خاد الرخصة اه بدري بدري وانطبقت عليه كل الشروط كل الشروط المالية من ضمنها السلامة المالية السلامة المالية يعني ايه ان ميزانيتك تغطي التزامتك ميزانيتك تغطي التزامتك فلما تكون ميزانيتك بتغطي التزامتك الكروية والانشائية والمستقبلية انك تتوسع وتطور فده هو النادي الاهلي لهذا الاهلي مختلف لهذا بنقول يعني لما اصعب سنة كان ممكن يدار النادي الاهلي رياضيا واقصاديا فيها ومن ثم انشائين اللي دي مرتبطة بالاخصار سنة صعبة شاهدت تغيير في عقود الرعاية والبس والملابس والملابس والاهلي كان مطلوب منه خلال شهر نلحق يلم بنفسه وقضايا هنا وقضايا هنا وتعودات بالملايين هنا وتعودات بالملايين هنا فينجح النادي الاهلي في اجتياز كل هذه الحواجز على طريقة عبداء الحواجز بتوع ابطال العالم فتصور كمان انك تكسب بطولة العالم في القفزة الحواجز وضهرك واجعك يعني دينا لو سليم يعملوكو ايه يعني هو اللي انا عايز اقوله ده انا لما بقول يعني ممكن الناس يقولك انت بتقولي مش عارف ايه كرش متحال اه روزفلد يدور روزفلد اكتسح الانتخابات وحكم اقوى دولة في العالم في اصعب ظرف وهو رجل كان ليه لان الناس بتاخد الشخصية والهيبة فما بالك بقى ورئيسنا الحمد لله تمتع بكل سمات الصحة ربنا تديله الصحة وشوية الام في الظهر كلنا بنتعرض له لا تحول دون اي شيء نرجع تاني للانجاز النادي الاهلي عمل واحدة من اصعب الكامباك في تاريخ اي نادي على مستوى العالم مش بس في النتائج في النتائج وتدعيم الصفوف والمشهد العام ولأول مرة يمكن يتغير ثلاث مدربين في سنة في الكورة في الكورة ساعيا لإيه الأفضل خلينا هناخد حجم ما تحقق مع مجلس المليارات ده خطوة خطوة على الصعيد المالي والمالي انا دايما وابدا بنأكد لكم هنا ميزانية الاهلي تهم جمهور الاهلي مش تهم الاعضاء فلوس الاهلي تهم من هم خارج الاسوار مش بس جوه الاسوار بيطامنوا علمينها صحيح انه داخل الاسوار هم من يتمتعون بالخدمات وكل المزايا اللي بتمنح للعض هو واولاده واسرته لكن الاهل الغني الاهل القوي ماديا الاهل اللي واقف على حيله كويس او اقتصاديا ده بينعكس على كل الملايين اللي هم خارج الاسوار كل الملايين في كل مكان حتى بر مصر اللي بيرتبطوا بالاهل وبيسعدهم الاهلي وبيشجعوا الاهل وبيحبوا الاهلي طول ما الاهل القوي اقتصاديا هيفي بكل التزاماته هيعمل كل تعقداته هيحفز كل لعبته هيبني كل الفرق هيسعد هذه الجماهير فلو ما توفرش هذا او هذه القدرة المالية الكافية لا الجمهور هيتدايق النتائج هتتراجع الصفقات هتقل الناس مش هتاخد لعبتها حقوقها بالتوادي بقى صد إبراهيم انه كمان مع الاعضاء بيعفي بالتزامات فانت متخيل اننا اسعد الملايين خارج الاسوار وفي ربوع البلاد وخارجها ثم اسعد كل الالاف او عشرات الالاف من اعضاء النادي واثارهم داخل مقرات النادي اللي ما شاء الله شوفوا النهاردة الاهل بيتمدد بهذا الشكل وهذا التوسع العمراني الكبير في هذا السياق التقرير المالي للمجلس ميزانية النادي في نهاية يونيو 2019 وصلت لتنين مليار جنيه طب كانت كام في نفس الفترة السنة اللي فاتت عشان تشوفوا درجة النموة عاملة ازاي كانت واحد وثلاثة من عشرة مليار جنيه من واحد وثلاثة من عشرة لاثنين مليار يعني سبعمائة مليون جنيه زيادة في ميزانية هذا العام عن العام السابق لي رقم او قفزة كبيرة اوي النادي الاهلي في هذه الميزانية حقق فايد كبير تلتمية اتنين وعشرين مليون جنيه من واحد يوليو 2018 لتلاتين يونيو 2019 العام المالي شاهد توقيع عقد رعاية وكلكم شفتوا الظروف اللي النادي مر بيها وازاي كان ده تأكيد وبرهان على القوة التسويقية العالية جدا للنادي الاهلي القوة الجاذبة لكل شركات الرعاية وكل العاملين في مجال الرعاية للنادي الاهلي وقيمته التسويقية القيمة التسويقية الثاني وثالث وعاشر لها علاقة بالمكانة وعدد المتابعين من انصارك بالضبط فدي مسألة لا يمكن حد يديها لك هدية انت اكتسبتها عبر تاريخك من 1907 تراكمية وفي نموه يكاد يكون منتظم زادت في السنوات الاخيرة دي اللحظة المهمة جدا اللي اسعدت كل الاهلوية لأستاذ محمد كامل الله يمنسي بالخير الرئيس السابق لبرزنتيشن وهو يضع قبلة على رأس الكابتن محمود الخطيب فرحا وسعيدا ومبتهجا حتى قالها سعيدها محمد كامل انا لو مدت دلوقتي هكون على المستوى المهني سعيد ان انا عملت هذا الدين ان انا عملت هذا الصفقة لشركتي انه حصل على حق رعاية النادي الاهل هو ده النادي الاهل يا جماعة اللي العام المالي شقهت توقيع عقد الرعاية الجديد بموجب هذا العقد اللي حضرتك وتابعته وتفاصيله حصل الاهل او يحصل الاهل سنويا على 127.5 مليون جنيه ابتداء من 2018 2019 كانت كامل يعني القيمة الكاملة بتاعت العقد لما تتجزأ على سنوات العقد العام المالي الحالي المنتهي كانت قيمة ما حصل فيه الاهل على 127.5 مليون جنيه كانت كامل قبل كده 77 مليون جنيه بصوا درجة النمو بصوا الاهل بيتطور وبيتغير من 77 مليون جنيه في السنة بقت 127 ونصف مليون هتلاقي حاجة هو 40 او حاجة و50 باستمرار في قبر لازم يحصل كده باستمرار في قبر بس القبر ذا المرة دي يعني أشد شوي في البس التلفزيوني الاهل حصل بموجب العقد اللي عمله على 100 مليون جنيه سنويا وحصل كمان النادي على مليون و750 ألف دولار دي جديدة مليون و750 ألف دولار بتوع ايه؟ ده مبلغ كبير ده حالي 31 و2 من 10 مليون جنيه دول نظير مشاركة لاعب الأهل الدوليين مع منتخب مصر في كاس العالم دي ثمرت هو حتى جيدها الحصة الأكبر الفرق الكبيرة اللي عندها إسهام كبير للعيبة دوليين في بطولة كاس العالم فالحصة الأكبر للنادي الأهلي الأهلي بيقوم بدوره في رعاية الناشق في خدمة الشباب وأيضا في اكتشاف المواهب وتعليم الأطفال كرة القدم عبر 13 فرع الأكاديميات النادي الأهلي حققت أكثر من 13 مليون جنيه دي خاصة بالاشتراكات وتم تدعيم الفريق الأول وقطاع الكرة بالكامل وبقى ألعاب النشاط الرياضي بصفقات إجماليها 212 مليون جنيه طبعا طبعا ده هما بقى المتين واثناشر دول اه كانوا عايزين يشيلوا حسين الشاحات تلتها تلتينهم يعني كل شراب يزودوها اه فكل الصفقات الميزانية بتفسع عنها تم تطبيق اللايحة المالية الجديدة الخاصة في النشاط الرياضي ابتداء من نوفمبر 2018 بعد إضافة بعض التعديلات الإيجابية خلي بالك عايز أقول لك حاجة اه انت لو شفت الماء أنفق على تدعيم الفرق الرضية بخلاب كرة القدم السنة دي هتجدوا رقم برضو من ضمن الرقم ده هاي الرقم ده بياش مالها اه يعني هي جزء منه رقم غير مسبوق أيضا اه يعني الفرق الدعمت في النشاط الرياضي بأرقام غير مسبوق بس ربما ده في الميزانية بتاعت السنة اللي جاية بقى لأنه انت بتتكلم ده في 31-36 في 30-36 اه يعني يعني بقيت صفقات النشاط الرياضي دخلت في ميزانية السنة يعني في شهر 8 وتسعة ورضو انت دعمت السنة اللي فاتت يا ابراهيم بالضبط صحيح مش بالشكل بتاع السنة دي اي لكن داخل فيه دعم أحسن الناس فاكراه ان ده كرة قدم بس ده انا بعلق على قيمة ما انفق على صفقات كرة القدم اي الرقم ده على كل الصفقات ولا ده كرة قدم بس كل الصفقات اه طيب تم تطبيق اللايحة المالية الجديدة في النشاط الرياضي بلغت مصاريف قطاع النشاط الرياضي مية اتنين وتسعين مليون جنيه كانت كام مية تسعة وتلاتين مليون جنيه يعني رقم ستين مليون تقريبا يعني بتجيب وبتصرف لا يعني زيادة اه حوالي تلاتين في المية اكتر صحيح على مستوى بقى الاصول السابتة في بند الاراضي التقرير او التقرير المالي للنادي كشف عن وجود زيادة وصلت لتلتمية تمانية واربعين مليون جنيه اصولك اه طيب دي بتمثل قيمة ارض التجمع الخامس تبقى لعقد البيع الابتدائي والمؤرخ في ستة وعشرين سبتمبر الفين وتسعتاشر بين النادي وهيئة المجتمعات العمرانية ودي الفضل فيه عشان يعني نبقى للمجلس السابق اللي هو بادر ولكن الاهلي نقل الارض غير الارض بمزايا افضل بمزايا افضل اه التقرير المالي شاف زيادة او رصد زيادة في الاصول السابقة الاخرى من مباني وآلات ومعدات واساس وادوات واجهزة دي الارض اللي اتغيرت كانت مجرفة بالمنظر ده بالزبط خلال العام الفين وتمنتاشر الفين وتسعتاشر بلغت هذه الاصول خمسة وتلاتين مليون جنيه ودي تمثلت في العديد من البنود المختلفة في مقدمتها مبنى صالون الاعضاء الجديد تطوير مطعم المارسة مشروع منطقة حديقة العائلات عدد اتنين ساحة انتظار بالاضافة الى تنفيذ اعمال كابل التغذية الرئيسي لمجمع حمام السباحة في طفرة انشائية يا جماعة غير مسبوقة والله انا رحت مدينة نصر الاسبوع اللي فات مع بعض الاسبوعات فندق سبع نجوم ما شاء الله ها طبعا يعني حجم التطوير اللي حاصل في مدينة نصر الشيخ زايت طبعا تحفى لا ده الشغل اللي هتشوفه بقى ده الشيخ زايت هيتعمل فيه صلاة مغطاة هيتعمل فيه حمام سباحة جديد هيتعمل فيه مبنى اجتماعي حقيقي المبنى المؤقت ده ده مؤقت كان مقر الاكاديمية المفروض اه فانت خلال سنة هتتضح معالم الانجازات اللي جوه الشيخ زايت ايضا والجزيرة يعني جاي في الطريق الارادات اللي تحققت فعليا للنادي خلال السنة المالية الاخيرة وصلت لواحد واثنين من عشرة مليار جنيه حجم الارادات اللي تحققت للنادي خلال هذه السنة المالية واحد واثنين من عشرة مليار جميع طبعا كان فيه مشروعات كبيرة جدا يعني فاكرين مجلس الإدارة الحالي وهو بياخد الانتخابات عمل برنامج والدلتزامات وحدد موعيد وتقريبا ماشي بالموعيد المطلوبة منه بل بالعكس يمكن بتسارع وطيرة واضح جدا أو بيقاع أسرع كمان افتتح حاجات كتيرة ولسه في حاجات كتيرة كمان بتنتظر الانتهاء منها المشروعات الكبيرة في مقر الجزيرة شوفنا تجهزه تشطيبه وفرش مدرك كرة القدم اللي اجتمل على غرف خلع ملابس للفريق وده افتتحها عشان تكون يمكن الجهاز الفني واللعيبة سعيدة جدا بالمستوى اللي عليه غرف خلع الملابس ومقر كرة القدم بقيت زي الاندية الاوروبية الكبيرة عندك مقر منفصل لكرة القدم بكل إمكانات لما تروح تتجول كمان فيه حاجة أوروبا أوروبا يعني يعني حاجة رائعة جدا 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 وده لرفع الكفاءة والأداء انت لما بتحط اللاعب في استراحة بهذا المستوى ولما بيتعامل في غرف إعداد وتجهيز واجتماعات وجم وغيره واستراحة بالمستوى ده لا انت رايح لمنطقة تانية كبيرة قوي فيه اجتمل طبعا هذا المقر مقر كرة القدم ده مقر الكرة القدم في النادي غرف للإداريين صلاة لجيمانيزيا مستوى أجهزة نتروجين للاستشفاء وحدة علاج طبيعي ومقتص قاعات اجتماعات إلى جانب تجديد وتكوين كافة غرف خلع الملابس لللاعبين وتجهيز وفرش وتشطيب مقر المركز الإعلامي كما بدأ في تغيير أرضية صالة الأمير عبدالله الفصل وتجديد وإحلال تكييف الصالة والبدء في تغيير أرضيات النجيل الصناعي للملعب الخماسي تأفيل أسوار ملعب التيتش تطوير صالة الجيمانيزيا والانتهاء من إنشاء صالة الكاراتية يعني تقريبا وإنت ماشي واخد الدنيا في الشكل طبعا الجنباز تصلح بليها والكاراتي دلوقتي طبعا بالنسبة للبنية التحتية الرياضية رفع كفاءة عالي جدا ده صحيح مدينة نصر اللي هي يعني درة المقرات دلوقتي الحقيقة دي طبعا اللي بدأ بيها مساعدة مش بس كده أنت ابتديت بيها فالإنجاز خلص فأنت شايفه أي الإنجاز لما يخلص في كل المقرات حتشوفه أي لن يقل عن هذا الإنجاز يعني أنا وقفنا أنا وبعض الأصدقاء قدام النسر اللي عند البوابة 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 يعني طيب على الأقل بوابة الآلة تشعرك بالفخر والزهوة فعلا وإنت داخل تضرابل وتعظيم السلام وإنت داخل بص إنت لما تشوف دي من الناحيتين مرعبة في المدخل والامتداد بتاعه والمساحة حتى أنت ما كنتش تقوله لا طب المساحة دي كانت إيه التصميم اللي عملك وفتح لك كل المساحة دي حوالين هي مش مساحة عبثية عشان تعمل الناس هي المقصود بيها بتوسع دائرة المدخل المدخل عشان ناس تخش وتخرج مرتاحة لا ده التحديث فيه بقى وإنت داخل وإنت داخل ما فيش حاجة اسم أنا باشواندس تفضل أباشواندس لا أنت بتدخل بالكرنية أنا لازم أن هتدخل بالكرنية الباب الإلكتروني الباب الإلكتروني بيوفر للنادي قد إيه بقى أول حاجة بيلزم الأعضاء على تجديد الاشتراك أي حتى لو معاك كرنية السنة اللي فاتت لازم أن تجدد ها بيحد تماما من عملات التسريب حد مش عض وداخل فلازم أن إجباري حتى يعني أنت بترفع بيزبط الأداء أيوة أنت بترفع مستوى الأداء بترفع حجم الداخل وبتقلل المشاكل بيقال المشاكل لأنك تعطي ناقش الكنترولات بالزبط أصلاً السيت الكرنية كل واحد حريز الوقت يبقى معاك كرنية بالزبط البوابة دي بقى اللي الناس لازم تفهموا ستعمم على جميع مداخل مقرات النادي المختلفة كله حيبقى المنظر الرائع ده بالشكل بالمستوى ده هي دي شخصية الأهل المعمارية تفوت في الشارع لا ده النادي الأهلي من غير ما تكتب يافطة ولا تقول أنا نادي إيه ومش عارف بتاع إيه لا هتعد من بعيد هتشوف الأصوار هتشوف النصر هو ده النادي الأهلي كمان في مدينة نصر تم إنشاء زي ما قلت لكم البوابة الرئيسية والمنطقة الترفيهية حمام أمواج وحمام سباحة ومناطق خدمية وتجديد يعني حتى منطقة الأمواج وحمامات السباحة والمناطق الخدمية باش ونس شغل فنادق حاجة تانية خالص شغل فنادق بقولك حاجة تانية خالص خالص إنك دايب أموجود في نادي رياضي بالشكل المبهر ده بالإضاءة بالقعدة بالتوسع طمانيني إنه نروح مدينة نصر احنا يعني لازم يبقى كل شهر يعني نقضي يوم في مقر المقرات دي مش كده بص الشكل والمستوى والخدمة فعلا هنيئا لأعضاء الأهلي في مدينة نصر بالذات لأنه المساحة الكبيرة مساعدة إنك تعمل كل حاجة للأعضاء كان فيه كمان البدء في تجديد وأحلال ملعب الأكاديمية أعمال إنشاء البابة الفرعية للنادي والبدء في استخراج الموافقات والتصريح اللازمة لمجمع ملعب الإسكواش وجراج متعدد الطوابق وإنشاء منطقة لجلوس الأعضاء فيها مناطق خدمية وشاشة عملاقة وشلالات مياه والبدء في إنشاء مقر جديد للشهر العقاري لخدمة الأعضاء ودي حاجة مهمة جدا يعني مناطق الخدمية دي لما تتطور الأعضاء يشعروا بقى بالمرضود المباشر كمان بالضبط في أحدث المقرات الجديدة انتظارا لطبعا لفرع التجمع اللي مؤكد هيكون نقلة نوعية مختلفة خالص حسب المنطقة وطبيعتها الشيخ زايد الشيخ زايد تم تنفيذ العديد من الأعمال الإنشائية فيه ده أحدث تصوير في مقر الشيخ زايد لأنه بدأ إنشاء مجمع الإسكواش صالة للكراتيه صالة للجنباز ملعبين لكرة القدم من النجل الصناعي وده كله لأعضاء النادي فيه إنشاء للمبنى الاجتماعي الفخم اللي حداك أشرت إليه فيه مسجد ومجمع للبنوك وفيه مقر للشهر العقاري دي منشآت تنتظر الانتاء منها خلي بالك كان في وقت من الأوقات كان النادي موقف قبول حضويات جديدة في الشيخ زايد والسبب قال أنا مش هبتدي إلا لم أبدأ في التطوير عشان استوعب الأعداد اللي جاي وهو ما حدث يعني ده كان السبب إنك ما بتاخدش أعضاء جديد عشان ما تكبتش ما تكبتش العدو الحالي إنه ما فيش توسع وعمال بتقبل في أعضاء تستمر أعمال إنشاءية كبيرة جدا وخطة المجلس أخذ على عاتقه تنفيذها في التوقيتات اللي أعلن عنها ومع توفر هذه السيولة النقدية الكبيرة وتعظيم موارد النادي وفي نقطة على فكرة مهمة جدا في معايير الشفافية والسلامة المالية الأهل وده اللي أعلن عنه الكابتن محمود الخطيب وهو بياخد الانتخابات إنه ما فيش لممارسة ولا مزايدة ولا منواصة ولا أي أعمال هاتم إلا في وجود مندوبين للجهات الرقابية تعال فتش علي من بدري في مندوب من الرقابة الإدارية مندوب من الجهاز المركزي للمحاسبات يحضروا كل الممارسات المعنية في النادي علشان خليني أتأكد وأتطمن إن أنا ماشي صح فبالتالي تبقى باستمرار عندك تعظيم لأعلى معايير الدقة والسلامة والنزاهة والشفافية بشكل واضح جدا امشي عدل يحتر عدوك فيك تحتر البلالين فيك يعني عشان كده أنت ما بتقول لي بقولك هو الكلام على ده لسه المؤامرة هي الكلام على المؤامرة جاية ما تستعجلش ماشي حاضر التجمع الخامس راهن الإنشاء تم استخراج الترخيص الخاصة في البنية التحتية لبدء العمل في انطلاق المشروع والبدء في إجراءات التعاقد لإنشاء المرحلة الأولى المرحلة الأولى في التجمع فيها إيه؟ فيها مبنى اجتماعي فيها مناطق خدمية فيها مناطق جلوس للأعضاء فيها ملاعب لكرة السلة والطائرة واليد والأكاديميت والكرة وفيها ملاعب خماسية للأعضاء وأسوار والبوابات الحديثة ده إجمالي الخطة الأولى أو خطة المرحلة الأولى الإنشائية في فرع التجمع الخامس اللي هيشهد نقلة نوعية جديدة أبا شونس كل فرع بتعمله هو تنمية تنمية طبعا ده دور تاني خالص بتوصل بالخدمة للعدو بتاعك في مكانه أي يعني أعضاء التجمع دلوقتي اللي هم كانوا سكنين هنا وهنا وهنا مش محتاجين بقى يروح أي مقارات أخرى حيروحوا التجمع هم هو الأعضاء الجدد وهو ينمي المنطقة المنطقة زي ما حصل في مدينة نصر وفي الشيخ زين في كل حد في مجال التسويق ولا يفت ومالك في المدينة مجال التسويق نجح مجلس الإدارة في التسويق لعلامة التجارية وفي إبرام عقود ضخمة زي عقد الرعاية اللي تم التعاقد فيه مع شركة صلة الرياضية بقيمة خمسمائة مليون جنيه لأربع مواسم رياضية بعد فسخ التعاقد نجح مجلس الإدارة في بيع حقوق الرعاية لشركة بريزنتيشن برغم مرور ثلاثة شهر من الموسم بمبلغ خمسمائة وعشرة ملايين جنيه لمدة أربع مواسم إلى جانب تسويق حقوق البث الفضائي بربعمية مليون جنيه في أربع سنوات ممكن نقول الحاجة هنا نعف الثلاثة شهر دول انت خدت أمنه أي يعني انت خدت تسوية من صلة بحوالي مية وخمسين مليون جنيه مش متذكر الرقم بالضبط ضفها بقى على العقد على عقد بريزنتيشن اللي هو خمسمائة وعشرة يعني انت خدت مبلغ كانت دفع لك مبلغ بالضبط ده بقى بتاعك أي وتسوى تسوى خلاص باتفاق سلمي ودي تم التعاقد مع شركة أمبرو العالمية لتوريد مستلزمات وملابس الفريق تم تسويق العديد من الأحداث الرياضية بالشكل الأمثل منها بطولات أفريقيا لكرة الطائرة رجال وسيدات السوبر الأفريقي لكرة اليد رجال وسيدات بطولة أفريقيا لأبطال الكوس لكرة اليد رجال وسيدات في 2018 ده الجانب التسويقي اللي جاب الفلوس دي كلها لأنه وانت بتتكلم على نادي له هذه القيمة التسويقية بتتكلم على نادي عنده هذا الزخم من البطولات نادي هو الأول عالميا في عدد البطولات المتنوعة اللي حصل عليها في كرة القدم نادي يحظى بشعبية وفقا لآخر قياسات اتجاهات الرأي العام في مصر زادت عن 74% من عموم الشعب المصري أهلوية أو بيحبوا الأهل أو متفاعلين مع الأهل أنا بس عايزة أقول حاجة في الحتة دي إن الشركات قبل ما بتيجي تتعاقد معك أو تخش البيدنج أو المزاد بتعمل هذا المجاس وهذا البحث عن مدى الشعبية وعدد السبورترز أو المؤيدين ليك اللي هم سوقهم ده السوق اللي حيتعاملوا معاه وكما فعلته صلة تحديدة لأنك تدخلك السوق جديدة من خلال النادي اللاي كشركة عربية كشركة عربية عملت هذا البحث وده نتاج الأرقام دي الأرقام دي ده كله جاء فلوس ده كله عمل بطولات أعتقد دور السنة اللي فاتت مايتنسيش اللي حصل مع الأهل في السنة الماضية والموسم الماضي واللي أجلوا الدور البعد كاس الأمم والمؤامرات والحواديت والقصص والحكايات ما حدش لح ينساها ما هم فكرون بها السنة دي بالضبط طيب الدور الأغلى للأهل في تاريخه مع هذه البطولة المفضلة تاريخيا معاه قطاع كرة القدم في الأهل شاهد كتير من مراحل التطوير تم إعادة هيكلة القطاع تطوير الهيكلة التنظيمة والإداري استحداث إدارات جديدة بأهداف واختصاصات تتوافق مع هذا التطور السريع في صناعة كرة القدم حصل الأهل على المركز 21 عالميا تصدر قائمة الأندية العربية لعام 2018 احتفظ برياداته كأكثر أنديت العالم تتويجا بالألقاب المحلية والقرية والدولية المتنوعة تم اعتماد الأهل كأول نادي مصري محترف من قبل الكاف واعتمد الكاف الأهلي كأول نادي أفريقي ينشي إدارة متخصصة في اللوايح والترخيص على مستوى القرى نجح الأهل في الحصول على مستحقاته وفقا لقواعد الفيفا فحصل على 148 ألف دولار بعد إصابة مراوان محسن مع المنتخب في أمم أفريقيا 2017 وحصل على مليون 744 ألف دولار نظير مشاركة لعبيه في كأس العالم بروسيا 2018 كأعلى نادي على مستوى أفريقيا حصولا على مقابل المشاركة الدولية حفظ الأهل حقوقه في اللعب الهارب كلبالي حتى انتهت مراحل اتقاد بإقرار حصول الأهل على مليون 432 ألف دولار قبل أن يتم الاتفاق مع اللعب ونادي النجم الساحلي على التسوية بما ضمن للأهل حقوقه كاملة بطلات كرة القدم الأهل في هذا العام المنقضي حقق بجدارة بطولة الدوري موسم 2018-2019 رغم أصعب الظروف وحق بطولة السوبر المصري 17-18 حل وصيفا لدوري أبطال أفريقيا 2018 وكلكوا عارفين الظروف واللي حصل فيها في قطاع النشئين حققت فرق موليد 2004-2021-2097 المركز الأول وحققت أكاديمية الأهل نجاحا باهرا ولافتا ده ما يتعلق بكرة القدم وصول الأهل للمبرهة النهائية في دوري أبطال أفريقيا بعد أحداث طبعا دراماتيكية مسيرة وعجيبة وأعتقد حضرة في الأخيان تم اغتيال الأهل معنويا قبل النهائي بالظبط وكلنا خلاص ما بقناش محتاجين نذكر أو المؤامرة بدأت من هنا الناس بتبعث جوابات مزورة عشان تثير حفيظة الجماهير وتقلب الشارع التونسي ضدك مش بس الشارع والتحاد الفريقي يعني ناس بتزور جوابات ويطلع مزيح التونسي يقول لك جالنا من فلان خطاب من فلان الفلاني المعد بتاع فلان الفلاني تخيلوا وبعدين ما حدش بيحقق في الكلام ده وبعدين يروح جواب مزور لمجلس الشعب يثبت تزويره طب مجلس الشعب يعني ليه مش حريص أن يعرف من يزوره يقول إذا كان عارف في وسط كل المعمعة دي الأهل ياخد الدوري رغم أنف كل هذه التحديات ورغم أنف كل هؤلاء ياخد الأهل بطولة الدوري خلصة مخلصة ما هو ده خليني بقى نتوقف عن أداء المجلس ورئيسه هذا الأداء اللي أصفر عن كل هذه النجاحات المالية الإنشائية الرياضية في واحدة من أصعب المواسم عبر طريقه بكل الظروف بقى اللي تعرض لها هذا المجلس من ضغوط و يعني محاولة لبس الفرقة واخيرها درب الاستقرار واخيرها دي احنا شايفينه البلالين البلالين اللي انت فرقعتها دلوقتي وده بيخلينا نقول انه لهذا الأهل مختلف الأهل مختلف لأنه لا يلتفت إلا لنفسه والعمل والحقائق التي تحركه مش بتاع راغي ولا حواديد ولا انه يجرجر في المساحات دي لا هو ولا جمعيته العمومية النشاط الرياضي بقى في مختلف البطولات اللي حصل عليها لأهل في اليد والسلة والطائرة رجال وسيدات هقولك سريعا في السلة دور المرتبط رجال والسيدات دوري ممتاز ومرتبط في النشاط الرياضي الأمور مشت زي ما خطت لها في معظم المسابقات حق فريق كرة السلة للرجال المركز الاول في دور المرتبط نالت فرق النشئين تحت 14 و 16 و 18 سنة المركز الاول في بطولات المنطيع فريق 16 سنة فاز ببطولة الجمهورية وبطولة المرتبط فريق كرة السلة سيدات بطولات المنطيع والدور الممتاز ودور المرتبط الى جانب فوس فريق 18 و 16 و 14 سنة ببطولات المنطيع وفريق 16 حق دوري المرتبط ده فيما يخص الباسكت فيما يخص الطائرة تفوق رجال وسيدات الآله ما شاء الله طائرة الآله تحتل كل الأجواء وانا مش عارف الناس يعني يا جماعة هو اليد اهم من الطائرة ولا ايه يعني حتى الاعلام اللي يحتفي بفريق للكرة اليد في نادي الزمالك هايل ورائع عشان كسب طلت مرات وراء بعد وكسب مش عارف عشان كسب افريقيا طلت مرات برافو بس قارنو قارنو بقى مبروك بس ما الوحوش اللي انتو شايفينها قدامكم ديت هقوم فين سنة بقى عارفين دول عاملين ايه هقولك اه في القرة الطائرة فريق رجال الاهلي ايه عوشك بقى فاز ببطولات الدوري والكياس وافريقيا في موسم واحد عمل السلاسية باكتساح كبير فرق عشرين وسبعتاشر وثلاتاشر سنة خادت بطولات المنطقة فرق خمستاشر وسبعتاشر وعشرين ابطال جمهورية دي في القرة الطائرة يعني انت تقريبا لميت كل حاجة قدامك الطائرة اكتسحت كل حاجة في سكتها السيدات مشوا على نفس طريق الرجال الفريق الاول في البنات عملوا السلاسية نفس السلاسية الدوري والكاس وافريقيا متخيل فريق اليد رجال فاز بكاس مصر وفريق مواليد 98 ومواليد 2000 جي اول دور المحترفين فريق كرة اليد السيدات فاز ببطولة الدوري وكاس مصر والصوبة استنى بس الكرة الطائرة جيت اتكلم وتقول لي حقول لكم قول في رقم لازم نتوقف عنده عشان اللي بيتكلمه هو مين اعظم فريق في العاب الصلاة ومين الاسطورة ومين لا الاسطورة الكرة الطائرة ماءت فوز متتالي دون خسارة فريق الكرة الطائرة من اسبوع عشر تيام رجال رجال ميد فوز متتالي بدون خسائر ورغم ان عنده اصابات فادحة في قلم عن وجومه محمد عم منع صليبي احمد قض صليبي معدوش لسه الاتنين من من الاصابات او فيه مش عودة كاملة يعني حتى عبه عبد الحليم عبه المصاب ومش موجود لكن ولاد لانه عنده قطع ناشيين قوي جدا 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 طيب هو مين الاسطورة الحقيقية هو العبرة بايه هو انا عادر اقول فلان ده اسطورة وخلاص وافضل اتكلم عليه وبقى اسطورة اما لا عمد صلاح ها يبقى ايه لا انا عايزك بقى فريل اعداد الجميل ده يتوقف قدام اتنين محمد صلاح وعبدالله عبدالسلام يجيب لنا انجازاتهم على مستوى المحلي الاقليمي العالمي ويوروني مين قرب منهم في تاريخ الالعاب الجماعية في اي لعبة ده تكليف على الهوى تمام في تينس الطاولة تحدس ولا حرج ولو محدش عنده غير هنجودة من حقه يدي تعظيم سلام الحقيقة تينس الطاولة في الاهلي في كل الابطال وكل البطلات ما شاء الله حصل الاهلي على كل بطولات المنطقة رجال وسيدات كبار وصغار فاز فريق تينس الطاولة للرجال ببطولة الدوري والبطولة العربية وكاسمس السلسية وراخ وشفتوا طبعا كل ابطال الاهلي وبطلاته واخرهم اخر العنقود النشاء هنجودة اللي لما طلعوا شككوا قال لك لها دي مش بنت الاهلي ده كانت مسافرة بره والاهلي ناسبها لنفسه وكلام خايب بتقال كده جبنا لكو اللي فاتت قصتها بالكامل وازاي كابتن اشرف عن فتاح قال لك نحن اصرنا لها الترابيزة وهي عندها اربع وخمس سنين عشان تعرف تلعب شوفوا في اخر حاجة في بطولة البرتغال الدولية راجع بي دي اخر العنقود اللي بقى تأوله لان بتكسب المراحة السنية حتى السيدات وصيط لها ما شاء الله في التنس لعبة التنس حق رجال الاهلي المركز الاول وفريق السيدات وفريق 18 سنة نشئين ونشئات فاز بلال ابراهيم ابو طالب وفارس محمد زكريا في زهبية زوج البطولة الافريقية في المغرب تحت 18 سنة في مارس 2019 في الاسكواش فرق الاهلي وصلت تقلقها مصطفى عسل حق المركز الاول في بطولة العالم للشباب تحت 19 سنة امينة محمد جات الاولى في بطولة انجلترا المفتوحة للشباب كريم عبد الجواد جي الاول في بطولة باكستان للرجال والعديد من المركز المتقدمة والاسكواش في الاهلي له رعاية خاصة جدا واعتقد ملعب السكواش مجمع كبير اعطيه ملعبا اعطيك بطولة صحيح وده حصل في تنس الطولة اي مراحوا صالة مدينة نصر مدينة نصر الصالة العملاقة بقى معمل تفريح وبيحدث الان في السكواش اللي عندهم 9 ملاعب دلوقتي في الكراتيه فرق الاهلي سجلت نتاج متميزة جدا في كل الاسعيدة الشهور الاخيرة شاهدت تقلق عدد من اللاعبين واللعبات جيانة فاروق البطلة الاولمبية شيماء رجدي ايا هشام تقى هشام فاروق وياسمين الهواري واحمد اشرف ومريم صلاح وعليل كومي واسلام احمد حسني ومصطفى رفعت ونور ايهاب وفرح طاري ومحمد عادل وامير عمر ونور الزهيري حصل الاهلي على 9 دروع من اصل 12 درع ليحصل على المركز الاول في الترتيب العام في الكاراتي في العاب القوة ام الالعاب اللي بيرعاها الاهلي باهتمام كبير واللي نتمنى ان شاء الله بس عايزين نقولين الكاراتي افرز دكتور مهند طبعا وكان بطل عالم قبل كده وعده مجلس اقدارة مرموق فبرضو قدم نموزة كبيرة بيقدم برضو شخصيات كوادر كمان كوادر صحية في العاب القوة ام الالعاب فرق الرجال والسيدات سجلوا نتائج كبيرة جدا تقلق عدد من اللاعبين في بطولة افريقيا للناشئين في كودفوار زي وسام حسين وشاهناز وفقي وريم احمد ومصطفى عبدالخالي واحمد ياسر في الجنباز الالعاب حصل على كاس مصر بعد محقق اكبر عدد من الميداليات وفاز فريق 13 سنة للانسات ببطولة الجمهورية الالعاب حصل على الكاس العام لبطولة الجمهورية للسباحة القصيرة وكاس الاتحاد وكاس بطولة القاهرة وكاس الناشئين وكاس الناشئات والدرع العام للسباحة بخلاف نتائج متميزة جدا في السباحة التوقعية والغطس ابناء الاهلي زاوي الاحتياجات الخاصة النادي لا ينساهم ولا يغفل عن رعايتهم فرق زاوي الاحتياجات الخاصة سجلوا وحققوا العديد من البطولات والالقاب فوق عشرين سنة وتحت ستاشر سنة اللاعبة مريم عادل عزب فازت بالميدالة الزهبية في الفروسية في بطولة الألعاب العالمية في أبو زبط في مارس 2019 ده برنامج جديد في رعاية زاوي الاحتياجات الخاصة وان شاء الله يلقى المزيد من الدعم والمزيد من الإقبال من ولادنا والإهتمام وإهتمام وطبعا يستحقوا كل هذا ده على الصعيد الرياضي على الصعيد الاجتماعي عضو الأهلي يلقى كل الاهتمام يعني هو احنا ليه الحقيقة فيه تقصير احنا ليه سامحين ان حد يقول لنا أفطال الصلاة والأساطير وهو فيه بطولة الأهلي مش حاطت نفسه في المقدمة فيها في أي لعبة صحيح في أي لعبة البسكتبول كانت تعاني بإذن الله هتتحط في الصورة وبقوة كرة اليد لو سمح للأهلي أنه يدعم بإمكاناته ما حدش حي يجي نحيته منتجع الأهلي في مرسى مطروحه ده المقر الصيفي اللي الناس برضو اعتادت أن هي تقضي فترات الصيف في هذا المنتجع اللي هو سبع نجوم الحية اللي يروح منتجع الأهلي في مرسى مطروح يعرف حجم الرعاية اللي بيلقاها عضو النادي الأهلي في هذا المنتجع واللي أضاف إليه النادي الأهلي السنادي كمان المعسكر الجديد له في أحد الفنادق في مارينة في منتهى الإقبال أو الإقبال المتزايد جدا من الأعضاء على منتجع مرسى مطروح شهد العديد من أعمال التطوير والصيانة مقارنة بالعام الماضي ده اللي انعكس على الأعضاء من خلال زيادة إقبالهم وصلت نسبة الأشغال فيها 95% وده النسبة الأعلى مقارنة بالأعوام السابقة وصلت بعض الأفواج في نسبة الإشغال فيها 100% أعمال التطوير شهدت في هذا المنتجع زيادة عدد خطوط الانترنت توسعت نطاقة تغطية لتشمل أكبر مساحة تم تحديث لإحة المنتجع الداخلية نظام الحجز تحديث مواعيد إجراء القرعة العلنية ترتب على ذلك زيادة إقبال الأعضاء بشكل غير مسبوك وصل عدد الأفواج إلى 23 فوج بعدد تجاوز 2900 عضو وبإرادة خطة 5.878.777 جنيه بنسبة زيادة بلغت 23% عن السنة الماضية إدارة النادي حرصت على وضع برنامج ترفيه مميز للأعضاء بالإضافة إلى مصيف مارينة وديه الطفرة الجديدة الصيفية لأعضاء النادي توصلت أعمال التشييد في منتجع الأهلي في مارينة مارينة 5 في الساحل الشمالي اللي هو شاطئ الأهلي عشان يكون الأهلي في مارينة له شاطئ بإسمه خاص بأعضاءه أعتقد أنه كانت نقلة نوعية مهمة جدا في الرعاية الاجتماعية للنادي الأهلي لأعضاءه والارتقاء بمستوى الخدمي على أعلى مستوى سواء في منتجع مطروح أو في منتجع مارينة راشمانس المرة دي فيه تجربة جديدة إن منتجع مارينة ده وأعتقد أنه حقق نجاح لافت وده بستشرفه من فكرة إنه حيتطور عن كده كمان أما مارسة مطروح ده تاريخ تاريخ تم تطويره طبعا كان خيم وكانت الناس بتحب الخيم قوي 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 وكانت مارسة مطروح معسكر أهلي هو معلامها الرئيسي الرئيسي صحيح لكن لما المحافظ قال خلاص الخيم لازم تتبدل بمباني الأهلي عمل حاجة محترمة جدا عمل منتجع سبع نجوم الحياة لكن أنا في تحليل جالي لعبدالله عبدالسلام آه بفضل يعني عبدالله عبدالسلام باستجابة فورية من فريل عداد دمين آه معليش بس أنا عايز أحمد صلاح لأنه حيوبقى كمان يمكن أكتر لأن أحمد صلاح احترف مدة أطول برا آه مع الأهلي عمل تمانية وعشرين بطولة ما بين تسعة كاس تسعة دوري ستة أفريقيا أربعة عربي تمانية وعشرين بطولة وهو ملعبش بانتظام آه في الأسناء دي آه راح إيطاليا في آه 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 كسب دوري وكاس ده أحمد صلاح اللي على الشاشة آه لا ده ده مش آه مش آه مش عامد صلاح آه أول واحد على يمين اللي لسه هيجي فوق أيوه أول واحد فوق على يمين آه عبد الله عبد السلام هو صانع العاب لكن بيقدر يؤدي كل الأدوار مع دالليبرو إنه هو يبقى ضارب في أي مركز آه ممكن يتواجد فيه لأنه طويل وعنده هزي المهارة آه فعمل في الدوري الإيطالي محدش عمل كده في أوروبا الدوري الإيطالي الفين وسبعة كسب دوري وكاس يعني رايح على أحسن نادي في إيطالي اللي هي كانت بطلة العالم بليميكر بتاعه في السنة الفريق كل الطائرة اتفرغ وراح معظمه آه طلاع الجيش من أربع خمس سنين جدا خد الدوري مع طلاع الجيش مرتين وكاس مرتين وأفريقيا مرت عشاء الله يعني هو بيتواجد في البطولات ده تقريبا ساكن على منصة التتوين راح معنا دي البشرية اللبناني آه الفين وربعتاش كسب البطولة العربية آه في لبنان وراو كان ينفع كنخدلهم الأفريقية لكن شوف بقس جاله مع المنتخل آه ستة أفريقيا آه زهبية البحر الأبيض المتوسط آه دي زي بطولة أوروبا آه زهبية اللعب الأفريقية مرتين هذا لاعب ما حاجة شاي بقول عليه أسطورة فز ولا بقول عليه نجم الصلاة ولا حاجة ماشي في الدرة لا في قصور مننا لما تشوف أحمد صلاح أحمد صلاح وعبدالله عبدالسلام هم أبطال محتاجين عايزين عايزين نعمل صحيح مين أحسن لعيب الصلاة على مدى التاريخ نطلع الإحصاءات ونحطها قضاً باعة واللي زي يجي تكلمني واللي اللي تاريخي يجي يريح أيوة واللي حبينا ما يضربش نوع طيب وصلنا للخمسمائة وما تخافش على أهل بعد الفاصل